اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالإزاحة ذات المتجيع إذا سنرسم المتجيع نرسم مثلا المتجيع سن gives you سنسميه لذيما şası مزة للافك المتجيع مثلا هذه سنسمى المتجيع بالإزاحة أنشي بطبيعة الحال في المستوى عندك هنا مثلاً واحد النقطة مثلاً عندك هنا النقطة A هنسميها A كتكون عندك متجهة ديالإزاحة وكتكون عندك النقطة إذا ما هو السؤال اللي تتطرح لك أنشي بصورة النقطة A بالإزاحة دات المتجهة يعني بغيت نرسم الصورة ديالهاد النقطة A بالإزاحة دات المتجهة كيفاش غنرسم هذه النقطة هذي فين غتكون هذه النقطة B وش هنا ولا هنا ولا هنا فين غتكون؟ غتكون هنا يعني بحالي لا غتزاد هذي المتجهة هذي ودين لي الإسقط هنا يعني غتكون عندها نفس الطول نفس الاتجاه وفي ذاك الطرف راكت تكون B إذا غنشوف شحال كين في هذي تقريباً ايه ولكن خلص يكونوا متوازيني حيث أنا ما عنديش ملقالة يكون عندهم نفس الطول ونفس الاتجاه الاتجاه إذا أنا نرسمها تقريباً يعني إذا أنا غتكون B إذا الفكرة اللي بغيتكم تفهمها دي مرمي اللي كتكون عندك واحدة النقطة وكتبغيت ترسمي لها الصورة ديالها باستعمال واحدة المتجهة اللي كتسمى متجهة الإزاحة بحالي لكتهزاد المتجهة وكتحطينا هذي رأيينة هذي نفس الطول ونفس الاتجاه وكيكونوا متوازين هذو خصلة بدا يكون متوازين وكيكونوا متوازين وكيكونوا متوازين وكيكونوا متوازين وكيكونوا متوازين إذا هذي طريقة إنشاء صور ديال النوقات باستعمال الإزاحة ندروا شيء مثال آخر نحن مخصر النواة باش نفهموا مزين بعدها تتقجر ودكسات ندروا الحاجة أخرى مثلاً النواة المتجهة نشوف اش حال فيها في الطول مثلاً أنا سميه مثلاً زي زياني هنا عندي واحدة نقطة M في المستوى مثلاً واحدة نقطة M كي هنا هنا مثلاً هاي M عندك متجهة ونقطة والسؤال اللي يتطرح عليك أنشئ نقطة M' صورة M بالإزاحة المتجهة V يعني خصوك ترسم الصورة ديال هاد M اللي يسميتها M' بريم ولكن بالإزاحة هذه المتجهة هادئة فين غا تكون هادئة M وش هناء ولانا ولانا غا تهز أو تاني هاد المتجهة ودر ليهكو بيكولي لانا نفس طول نفس الاتجاه وخصوم يكونوا متوازين دان غا نجيل هنا كما قلت فيها عشرين ونص عشرين ونص يعني بدي يكونوا متوازين كما قلت لكم إلا ما قديتش توازين حيث ما عندش المين قال انتوما تقدم التوازين زيان دان 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 هنا هادئة تكون إمبريم فالطرف هنا دان نفس الطول نفس الاتجاه وكيكونوا متوازين دان هكا كما قلت كنرسمو النقاط او للصور ديال النقاط اردو معي لبال دال واحد القضية اللي هي مهمة جدا ولي بريدتكن تفهموها لي بريدتكن تفهموان اي شنو كاللاحض كللاحض بطبيعة الحال بان هاد المتاجهة راك تسويلي هاد المتاجهة هاد المتاجهة راك تسويلي هاد المتاجهة حيث عندهم نفس طول نفس الاتجاه إلى غير ذلك ادم اول حاجة كنلاحضوها بان المتاجهة عب تساوي المتجهة أمتجهة 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 يعني الإحداثيات كتسوي الإحداثيات إذن لاب فيكس ديال أبي كتسوي لاب فيكس ديال إي إذن هذه الخطوة اللي بغيتكم تفهمها ديما لاب فيكس ديال هنا كتسوي لاب فيكس ديال الأخر نجيو لهذا القضية الأخرى نفس الشيء عندك هذا المتجهة كتسوي هذا المتجهة إذن المتجهة م م بريم كتسوي المتجهة في حيث ندوم نفس الإتجاه نفس القيص إلى غير دالي هادشي كيعني بأن أبيكس ديال م م بريم كيسوي لاب فيكس ديال في صباح هذا فقط كتذكير ده بغان نفس السببورة باش نمشيو لأشياء أخرى إذن قبل ما ندخلو للخاصية الخاصة بالإزاحة في الدرس ديال أعداد العقادية غاندروا واحد البورغان بسيط باش نعرفو مني نجات ديك الخاصية وغانبقوا نخدمو بيها دائما في التمرين ديال الإزاحة يلا ربتمعي لبال مزيان لتكون لحق دياله والزيد لحق دياله والزيد يعني الإهداتي دياله والزيد وم بريم لحق دياله والزيد بريم نقطة أو لنقطتين من المستوى بي المستوى بي يعني كنا ندروه إلى المستوى العقادية المنسوب إلى معلمين متعامل ممنظام أو إيفي بلا ما نكتب دك تقاشر كل شي ضنك احنا اعتبرنا على النوء النقطتين ده بس السؤال اللي كيت تعطالينا كي يقول لك سيدي لتكون ام بريم صورة ام بالإزاحة بالإزاحة هاد تي هاد تي هدي يعني يخدينها من اسمي ديال الإزاحة بالفرنسية يعني يخدينها دك الحرف اللي الأول تي بالإزاحة تي دك 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 ام بريم صورة ديال ام يعني غانجيل هنا غانجيل واحد الشكل توضيحي عندنا المتجهة اي يعني إلا عرفتي اللحق ديال المتجهة غتترسمها بالضبط فين كاينة في المستوى إذا هدي هي المتجهة او اهلا عندك ام بريم صورة ام بالإزاحة تي ام بريم صورة ام إذا أصلا عندك ام مثلا غا تكون هنا مثلا ام كاينة هنا بغيت الصورة ديالها ام بريم إذا سوف نخدم ذلك الشيطات التي تكون في الأول ديال فيديو وماشي بالضرورة يكونوا مفرقين إذا يقدر تكون ام هنا ام بريم يعني يكون ذلك ام جوج متجهة من الطابقين اذا كنت نرسم ام بريم سوف نعبرها هدي نعرف شحل فيها شحل فيها تقريبا شرين ونص وخص يكونوا متوازين ثم الثاني ما سوف ترسموا سوف تقدروا بالمينقالة باش يكونوا متوازين لانديش المينقالة إذا نحنا عبرنا هون هنا فين غا تكون سيدي ام بريم بحالي له زيتي هاد المتجهة وحطيتها هنا صحيح بحالي له زيتي وحطيتها هنا في بعد الحالة راك تكون هاد المتجهة فوقها نيت فوقها نيت يعني لحسب الحق ديال النقاط يقدر تكون هنا انا ام بريم وهنا ام يعني يكونوا متبقين احنا رسمنا ا ام بريم صورة ام بالائزاح اذات المتجهة اوه اذا لا تنتقل لكم ديائما الازاحة خصصها واحد المتجهة باش يمكن لكم ترسم الصورة ديال一次 النقطة دائما كتكون واحد المتجهة وهذه كتسمى متجهة مميزة للائزاحة اشنoln觉得يته المتجهة هذا من اللي رسمناها يعني بان هذه المتجهة لا تتمنع هذه المتجهة حيث عندهم نفس الاتجاه نفس نفس الطول ومتوازين وبغيت عودتاني نترجم هاد الكتابة هادي اللي بصفر هاد الكتابة بعد المرة قد تعطلنا بالكتابة الرياضية عيواض لنقول M' صورة M بالإزاها دات المتجاه E غنكتب هاد الكتابة هادي T ديال M قد تسوي M' M' بحالي لقلتي الصورة M بالإزاها T هي M' قد تسوي M' عقلوه لدي القضية هادي حيث بزاف ديال المرات كيتصدفو تلامد مع هاد الكتابة وما كيف يفهموهاش هاديرا بحالي لقلتي الصورة M قد تسوي M' باش بالإزاها T عياد T عشنا هي هاد الإزاها T دات المتجاه E قد تعطل لك المتجاه وكل شي إذا هادي تكافي من اللي غنرسموه ديالج بعدها كما قدت لكم غتلقوا بأن المتجاه M' M' كتساوي المتجاه E بادي جدا كتساوي المتجاه E ومن اللي كتساويها يعني لفكس ديال هادي كتساوي لفكس ديال الاخرى من هنا غنخرجو الخاصية اللي غنبقو نخدمو بيها M' كتساوي لفكس ديال E شا حال كتساوي لفكس ديال هاد المتجاه هنا دي جادرنا اللحق ديال متجاه وكننا شفنا كيفاش كنكر القوان إذا هنغر تعطينا Z M' —Z M' يعني اللحق ديال M' ناقس اللحق ديال m ما هو اللحق ديال m' هذا الهواء التطالك هو LGBT Z' znaczy Z' 心 ناقس اللحق ديال m هو Z يعني الاحداثيات ديال m M' ما هو اللحق ديال m' هذا الهواء التطالك اما ما هو اللس فكس ديال V بمعنى اللحق ديالше هذا الهواء التطالك اسمنا B وبي ونديروا شي تأديلات مثلا اخذينا هات الزيد لذلك الطرف غيروا لي زيد زائد ب حيث كان ناقص زيد من اللي يدينا لذلك الطرف ولا زيد اذا هات الكتابة اللي يلقينا في الآخر ها دي هي لك تسمى تمثيل العقا دي للازاحة يعني في التمرين مثلا مالك التعطالي كش يتمرين بحلقه ما غا تبداش لي منعنا هادو يعني تدير هاد الخطوة هادو غا تخدم دي لكتبها دي كتسمى خاصية يعني خاصية دي للدرس غا نبقوا نخدمه بهذا العلاقة اللي كتسمى التمثيل العقا دي للازاحة تي اذا غا نمسح صبر باش نمشيو الخاصية اذا ان دا بغا نمشو الخاصية دي للازاحة خاصية التمثيل العقا دي للازاحة للازاحة التي يعني كما قلت لكم هاد تي اسمية دي للازاحة ما عندها اي دور غير اسمية بحالة قلت لازاحة تي دات المتجهة اي واللحق دي المتجهة هو بي واللحق دي المتجهة هو بي بحيث هاد بي ينتمي الى السي هاد بي رعدد عقا دي يعني اللحق اه هي هنكتبوه هنا ايه زيد بريم كتساوي زيد زائد بي اذا تمثيل العقا دي للازاحة التي هو زيد بريم كيساوي الزيد زائد بي هذه هي العلاقة ديال الازاحة او الا تمثيل العقا ديال الازاحة اه شنو كيكون هاد بي هادا شنو هاد بي يلا ندير كل حاجة اسمية ديالا باش نعرفوه فين غي نحطو كل حاجة في تماني هاد بي هو اللحق ديال المتجهة اللحق المتجهة ديماً كتكون عندك متجهة ذاك اللحق ديال المتجهة كتحطوه بلست بي اشنو كتكون هاد الزيد هاد الزيد هادي هي اللحق النقطة يعني كتتعطي لك واحد النقطة ديال النقطة كتحط اللحق ديالا بلست الزيد اشنو كتكون هاد الزيد بريم زيد بريم هي اللحق الصورة كتكون عندك واحد النقطة كتدير لها الصورة بالإزاحة وديك الصورة اللي لقيت اللحق ديالا وليكتحط ديماً بلست زيد بريم عقلوه مزيان لها التقاشرة هذا ديماً زيد بريم كنحطوه اللحق ديال الصورة ماشي ديال النقطة ديال الصورة وهنا اللحق ديال النقطة اللي درنا لها الصورة وهنا اللحق ديال المتجهة اذا هاد شي اللي كان في الخاصية الخاصة بالإزاحة ديماً نتلاقوه بعد قليل ونديره تمارين تطبيقية لذلك هذا سوف تردون على المزيان في هذا التمرين التطبيقي لفهمنا الطريقة نفس الطريقة نفس نظام نفس الشيء نفس الأمر في جميع التمرين المتعلقة بالإزاحة ندروا هذا المثال التطبيقي وننشيوا التمرين ديال امتحانة الوطنية إذن ديما ندروا على المستوى العقادي المنسوب إلى معلام متعامل ممنظام إلى غير ذلك إذن أنا كيعطينا مثلا لتكون لتكون بصورة نقطة نقطة لحق دلوة زد أ بالإزاحة ت ذات المتجاة المتجاة مثلا دوبل في اللحق دلها هو جوج ناقص جوج اي جوج ناقص جوج اي إذن دوما نغطية لك تتعطى لنا في التمرين بحالك تتعطى لك السؤال الأول أليف يقول لك سيدي حديد لكتابة العقادية كتابة العقادية ولا تمثيل العقادي للإزاحة سؤال الثاني حديد لحق نقطة إذن بحالك تتعطى لنا في التمرين لا في الوطني لا غير ذلك إذن السؤال الأليف قال لك حديد الكتابة العقادية للإزاحة بحال إذا قال لك حديد تمثيل العقادي للإزاحة حنا كيف تكتب تمثيل العقادي للإزاحة هذه الخاصية كي تكتب بها الشكل هذا بها الشكل ولكن يجب أن نعرف شنو غنحط هنا وشنو غنحط هنا وشنو غنحط هنا لدينا نفعل hi فينا هي الصورة وفينا هي النقطة إذا قرنا Exceptional سألقى بأن B صورة النقطة A إذا فينا هي الصورة هي B وفينا هي النقطة اللي درنا لها الصورة هي A هذه أهم حاجة كتر فيما هي الصورة وفين هي اللي درتي لها الصورة فينك تعرفت قشرة ايضا من خلال الجملة لما كيفش يقرأ الجملة غاي خلط بين الصورة ولي درنا لها الصورة اذا غان هات تي دونك فين هي اللي درنا لها الصورة هي A A صورة A بالإزاحة T هي B هي الصورة A بالإزاحة T هذه كتابة رياضية كتابة رياضية بحل الجملة ترجمناها بهذا عشنو كعيني هاد الشيئ هذا إلا بغيت تدز منذ كل مراحل اللي كنا ندرنا في البرهان ماشي مشكل إلا بغيت تدر تمتيل عقادي ديريكت ماشي مشكل حنا لدينا الخاصية دين غندير هاد الخاصية ديريكت عندك الصورة ديال A هي B حسب المعطية إذا غتعطينا بلاست زيد بريم شنو كيكون لحق دير الصورة في نهاية الصورة راية B إذا أنا غتكون B زيد B كتساوي بلاست زيد شنو كيكون لحق دير النقطة يعني ديك اللي درنا لها الصورة يعني زيد زائد بي شنو كيكون فيه لحق دير المتجعة في نهاية المتجعة أعين اسميتها W إذن زيد W المتجعة W هانت لقيت تمثيل العقادي للإزاحة هدا هو الجواب صافي ما عندك بقي ما تدير ده دك ساعة كتعود كل حاجة بلاستها زيد B را عندك زيد R عندك وزيد W را عندك كل شي عندك كتحط كل حاجة بلاستها إذا ندوي السؤال السؤال أليف تحديد تمثيل العقادي للإزاحة تمثيل العقادي للإزاحة يعني ترتب كل حاجة بلاستها حط كل حاجة بلاستها هذا كوة تمثيل العقادي يعني تكتبها بهذه الشكل يلا دي بأن نشيه للسؤال الثاني أو للسؤال بق هنديروا لدينا عندك هاديرها لقيتها في السؤال الأول زيد بي كتساوي زيد آ زائد زيد دبل في تكافي باش نلقى لحق ديال آ اللي هو الزيد آ غنعوض الزيد بي والزيد دبل في اللي عندك في التمارين شحالك يساوي الزيد بي هو واحد ناقص اي الزيد آ هو المجهول ما عنديش ولكن نقلل عليه زيد دبل في يعني اللي حق ديال المتجهة جوج ناقص جوج اي يالا كمال عادا نزلقوا الحاجة في اليمين اليسار تكشي باين ده إذا جبتا ديال لنا هتولي ناقص زيد آ هذا أصلا عندك واحد ديتول دكترف غير يولي ناقص واحد ناقص اي ديتول دكترف غير يولي زائد اي ناقص زيد آ كتساوي جوج ناقص واحد هي واحد ناقص جوج زائد واحد هي ناقص اي هادي معادي احنا بغينا زيد آ ماشي ناقص زيد آ هادي ناقص غير ناقص غير ناقص لدكترف اه وديتول لدكترف وغيرتنا دابة ناقص 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 واحد زائد اي صافي انت اجبتين نقطة ديالك بحالة تقاشر هذا اللي كيكون في الوطني يعني بحالة هذه الاسئلة اذا مالتي يقول لك حديد تمثيل عقادي ذاك ترتب كل حاجة كتحتها بلاسته صافي مالك يقول لك او التاني حديد لها كذالشي نقطة كتستعمل هادينيك وكتخرج ذاك المجهول اللي كتقلب علي يلا دابة غان نبسيح السبرة باش نمشيو الاشياء اخرى اذا دابة من اللي فهمنا مزيان طريقة ديالالاجابة لالخاصية ديالالازاحة غان نخدموه على التمرين ديال الوطنية وغان نبدو بالوطني الاول الفين وطنش الدورة العادية اذا دابة من اللي فهمتو الخاصية كليكم تبقوها وتجيبون مقاط ديركم دونك هذو من معطية ديال الامتحال الوطني الفين وطنش الدورة العادية لتكون او بي والس نقطة في المستوى التي ألحقها على التوالي لحق ديال ا صغيرة بي بي صغيرة ودير سي صغيرة هنا السؤال ديالنا لتكون تي الازاحة دات المتجهة اي اعطونا اللحق ديال اي هلاش حيث الازاحة كما قلنا سابقا يعني في اللول ديال هذي الفيديو هذي المميزة ديالها هما المتجهة يعني خصوال بدتها طريق المتجهة في الازاحة اه سؤال تحقق ان اللحق ديال بي صورة سي هو دي صغيرة كتساوي ثلاثة زائد ستاي اذا شنو غن نديرو باش نلقو اللحق ديال بدي خاصني التمثيل العقادي ديال الازاحة اللي شفنا في الخاصية ديال غن نديرو لدينا او لدي نحدد الكتابة العقادي للازاحة ديال ازاحة ديال من اللحق تشوف الازاحة كتحدد الكتابة العقادي ديال ولا تمثيل العقادي اللي كنو شفنا اذا باش نحدد تمثيل العقادي غن نخدم ديال خاصية عندك ديال الصورة ديال سي راه من خلال الجملة كتعرف فينها هي الصورة وفينيير اللي درنا ليها الصورة راه بزاف ديال تلمت كي خلطوا بين الصورة واللي درنا ليها الصورة من خلال الجملة راه بينا شوف النقطة دي صورة سي دي صورة سي اذا دي هي الصورة ديال سي ماشي سي هي الصورة ديال دي راه من الجملة بينها اذا الازاحة اسمي تهاتي عندك سي غتساوي دي حيث دي هي الصورة ديال السي هي اللي التخلقات جديدة يعني الصورة هي اللي كاندروا مرة تساوي مازيعان هذي تكافي اشنو كننبذول اللاحق ديال الصورة اللاحق ديال الصورة فين اي النقطة اللي هي الصورة هي هذه حيث اصلا كانن نكتبوه الخاصة باكا زيت كريم كتساوي الزائد بي. هنا تكون الصورة اللاحق دير الصورة هنا لحق ديال النقطة هنا لحق ديال المتجع. إذا كما قلنا فينا الصورة هي الدي. pileiholo d ليوو Pow fast and grade which line 60 تساوي. وب الأثناء نديرو اللاحق ديال هذا اللي قامت في الصورة. الله يحصل 3 is the a. الصورة هي السي. اذا هنا اللحق ديال النقطة السي هو السي صغيرة. زائد بيعني اللحق ديال المتجهة. المتجهة هي هذه. اذا سنسميها زيد اي. صافي عندما لقيت تمثيل العقادي ديال ازاهة. اذا تمثيل العقادي ديال ازاهة كنقصدو به كما قلت سابقا كنحطو كل حاجة بلاستها. بحلقة. يعني ما تخلطش. اللي قدرتي انا السي و انا دي. اي لقلبتي او مرا خاطة بطبيعة الحال. اذا دي ما نشوف فينا هي اللي الصورة هي اللي كانحطو اللاحق ديال انا. وهذه اللي دلنا لها الصورة هي اللي كانحطو اللاحق ديال انا. وهنا كانحطو اللاحق ديال المتجهة. وبالتالي. دي تتساوي. دي والدك نقلبو عليه. سي فينا يا فنايا السي عاوة. هنعوض كل حاجات بلاستها. زائد اي زائد. اللاحق ديال اي. فينا 1 زائد 5 E كل شيء تعطي لك في المعطيات والتي تعطينا أولا نضيره تكافي ديك تساوي 1 زائد 1 هي 3 E زائد 5 E هي 6 E ونتج بتين نقطة ديلك بكل سهولة جوج سطورة ونتج بتين نقطة ديلك في الامتيح الوطني نفس الطريقة نفس النظام نفس الشيء أو الثاني ونفس الامر في جميع الوطنيات من اللي فهمنا هذا الوطني هذا يمكن لك مثلا تأخذك الوطنيات الخريم وتدوزع اليوم واحد بواحد وتجاوب على الأسئلة ديال الإزاحة ريتما نشوفوه ديال التحكي والدورة إذن دابا نمشيو الوطني آخر الوطني ديال 2015 إذن ديجان انشرط لكم هاد الوطنيات هادو من 2000 جوج حتى ال 2016 الدورة العادية والدورة الاستدراكية يمكن لكم تخرجوا مثلا عند مول سيبير أو عند مكتبة بحلقه كل الورقة كتدير فيها جوج وطنيات كتدير فيها جوج وطنيات علاش هاد الوطنيات خصي يكون عندكم حيث دابا را تبدل المراجعة للامتحال الوطني كل مرة نخدمه تعمارين من هاد الوطنيات إذن ولا بدخس ديما تحطو قدامك باش مثلا من اللي نقول لك سير للتمرين كاذا تمشي وتتبع معي عذا حسب الأسئلة خصا في دراسة الدورة اللي غنشوفه إذن كما قلت لكم هادا الوطني ديال 2015 اعطونا هاد المعطيات لتكون A و B و C التي ألحقوها السؤال اللي اعطونا لتكون D صورة C بالإزاحات ذات المتجائي السؤال هو بينا ان D صغيرة لحيط النقطة D هو واحد زائد ثلاثة E يالله هادا الوطني ديال 2015 الدورة العادية غنشوفه إليه إذن باش نجوبه على السؤال اللي اعطونا خصني بعدا نعرف فين هي الصورة و فين هي اللي درنا لها الصورة هادي أول حاجة خصك تعرفها من خلال الجملة غنعرف فين هي الصورة و فين هي اللي درنا لها الصورة دي صورة النقطة C إذن D هي الصورة دير C D هي الصورة دير C بالإزاحة T ده بغا نجيو نكتبو لنحدد الكتابة العقدية للإزاحة T يعني ديك الكتابة أولا التمثيل العقدية اللي شفنا في الخاصية إذن غنديرو لدينا لدينا T ده بغا خصني نعرف فين هي الصورة و فين هي اللي درنا لها الصورة D هي الصورة إذن غتكون هنا يعني هي اللي تخلقت هي اللي كتساوي اللي غتكون هنا C هي اللي درنا لها الصورة إذن الصورة ديال C الصورة ديال C بالإزاحة T كتساوي D أولا بمعنى آخر D صورة C بالإزاحة T واللي تكافئ نكتبو دك التمثيل العقادي للإزاحة بالإزاحة 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 هذا هو التمثيل العقادي ديالا كل حاجك هتحطها بلاستان ده بغسنا نحدد لحيق ديال D ومنه ومنه D بساوي C زائد زد C يكافئ يكافئ تغيش المعرفة تمعينوا D هو المجهول اللي كان قلبو إليه ها هو C عندك في المعطيات دي هو ناقص خمسة ناقص E اللحق ديال المتجهة تعتارك في المعطيات كل شي تكون عندك في المعطيات غير قطع وضرها ما اللي كتلقى تمثيل العقادي ديال إزاحة هذا صافي ما كتلقاش مشكلة كل حاجك تحت بلاستان ذنك زائد 4 E اللي كتتساوي نقدر الحساب 6 ناقص خمسة هي واحد 4 E ناقص E كتعطيك 3 E نشوفوا نتأكدوا وش D كي ساوي هذا اللي اعطونا في التمرين بيين أن D صغيرة هو واحد زائد ثلاثة دي صغيرة لقنا فيه واحد زائد ثلاثة نفس الطريقة كما قلت لكم الوطنية الأخرى اللي فيهم الإزاحة انتم ما خدموهم وخدمو أيضا دوك التمنى دير الكتاب ندرسي للمتعلقة بالإزاحة ريتمان شوفوا قاعدة أو لا تمتيل عقادي دير التحكي والدوران شكرا لتتابع ديركم وإلى اللقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة